تسبيح الله نفسه بنفسه يعني ربنا هو الذي سبح نفسه بنفسه يعني قضية تلفت الأنظار جاءت في القرآن الكريم إن ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول وقالوا اتخذ الله ولد سبحانه الذي قال سبحانه هو الله وأحيانا سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يشكون فالله يسبح نفسه بنفسه السؤال الذي يطرح نفسه ما سره وما مواطن وما أغراض تسبيح الله نفسه بنفسه عشان نقف معها نفهم القرآن ونفهم القضايا المتصلة بعبادة التسبيح قالك تعالى مواطن لفتراء على الله سبحانه وتعالى مواطن لفتراء ركزوا معي وتأملوا مواطن لفتراء على الله سبحانه وتعالى التي ذكرها القرآن الكريم وحكاها القرآن هي المواطن التي نرى فيها التسبيح ده أولا يعني حينما اتهم الله بأن له ولد كانت تسبيح حينما اتهم الله بأنه اتخذ البنات كانت تسبيح كما سنرى الآن حينما افتري على الله بأنه اتخذ صاحبة أو شريكا كانت تسبيح حينما يذكر الله سبحانه وتعالى بشيء من النقيصة يأتي التسبيح حتى البعض قال أن بين الله وبين الجنة طرف كرابة ونسب وجعله بينه وبين الجنة نسبة أيضا كان التسبيح كما سنرى إذن المواطن التي سبح الله فيها نفسه بنفسه هي مواطن الافتراء تمام وأيضا مواطن ذكر عظمته وبديع صنعه وجلال قدرته دمواطن أيضا ذكر فيها التسبيح سيسبح اسم ربك الأعلى ثم يأتي الحديث عن قدرة الله تجد في القرآن الكريم فسبح باسم ربك العظيم بعد الحديث عن قدرة الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعد ذكر قدرة الله سبحانه وتعالى تجد أيضا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى آخر الآيات فسبحان الذي له ملكوت كل شيء وأليه ترجعون فسبحان الذي خلق الأزواج كلها و جعل لكم من الفلك والعام إلى آخر هذه الآيات يعني آيات كثيرة حينما كانت الآيات تتحدث عن عظمة الله وقدرة الله و جلالة كانت تسبيح هنا السؤال ما أسرار التسبيح في هذه المواطن قال لك أسرار التسبيح أن الله ينفي عن ذاته النقائص بنفسه ليبين لخلقه و جلالة و جلالة و كبرياء تعالوا نشو بقى كده الآيات حينما اتهم الله سبحانه وتعالى وفتريا كذبا وزورا وبيتنا أنه اتخذ ولدا معنى أن أحد يتخذ أحدا ولدا يبقى هو في حاجة إلى غيره أنا لماذا أنجب أنا في حاجة إلى إب يعينني يسليني يعطيني إذن أنا في حاجة فلذلك أحتاج إلى الولد والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد والحاجة دليل النقص والله منزل عن النقص تمام فتأتي الآية الكريمة الجليلة و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه إذن موطن التسبيح هنا اسمه تنزيه سبحانه أي نزه الله سبحانه وتعالى عن هذا الكذب وهذا الهراء أنه لا يحتاج إلى ولد وما اتخذ ولدا تمام كده طيب كان هنا بقى بالمناسبة علماء الوقف والابتداء و احنا متكلم في رحاب القرآن و قالوا اتخذ الله ولدا بعض المصاحف تجد عليها مين يعني وقف لازم يعني قف و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ليه بقى يقول لك هنفرق بين بين الكون الافتراء وبين الرد عليه و قالوا اتخذ الله ولدا هذا كلام المفترين ثم كان كلام الله سبحانه فانفرق بين هذا القول و هذا القول فنقف في النصف فوضعت اللجنة العلمية اللجنة التصالي المصاحف الميم هنا لهذا المعنى و هذا معنى معنى آخر من علماء الوقف والابتداء يقول لك لا احنا لا نقف ليه لك لسرعة الرد و دفع الافتراء عن الله احنا لزا نقف 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 نفس لا و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه يعني سبحانه منزعا هذا فلا يقفون هنا لسرعة الرد و دفع ذي شبه اذا موطن اتهام الله انه اتخذ ولدا هذا موطن يعني يعتبر فيه شيء من النقص استغفر الله سبحانه وتعالى يعني فينبغي على العبد ان ينزه الله بالتسبيح موطن آخر حينما اتهم الله سبحانه وتعالى انه يعني اتخذ البنات حاجة غريبة والله يعني عقول غريبة العقل حينما العقل حينما لا يضبط بالنقل يضل قضية منتهية العقل حينما لا يضبط بالنقل يضل يعني ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون حاجة غريبة يعني المهم هنا ان التسبيح جاء في هذا الاتهام اذا اذا رأيت احدا يفتري على الله فسبح اي نزه الله اذا رأيت احدا يجذب على الله فسبح اي نزه الله سبحانه وتعالى ايضا لما قالوا بين الله وبين الجن وبين الجن نسبة انا منش عارف من اين جاء هذا النسب هل هم حضروا هذا الفرح انا منش عارف يعني كيف قالوا ذلك شيء غريب وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون الى ان قال القرآن الكريم سبحان الله عما يصفون وختمت السورة سبحان ربك رب العزة عما يصفون فتنزيه الله سبحانه وتعالى من هذه الاتهامات واجب لما ترى احد يتهم الله بنقائص ما ينبغي ان تكون لله عز وجل وهو منزه عن كل النقائص منزه عن كل النقائص سبحانه جل ثناؤه ينبغي ان تسبح الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقائص